بيبدأ المسلسل مع واحد اسمه داني واللي بيكون من أصل كوري لكنه عايش في أمريكا وبنشوفه في السوبر ماركت وبيبقى عايز يرجع شوية حاجات اشتريها وبيظهر على انه متدايق ومش حابب يوقف كتير لكن الكاشير بيشك فيه بسبب انه كل اسبوع يشتري حاجة ويرجع يرجعها ولما مش بيلاه الوصل معاه بيرفض انه ياخد منه المشتريات فبيضطر داني انه يرجع بيوم للبيت وبيبقى متعصب قوي وفجأة بتظهر عربية قدامه وهو بيرجع وبيفضل يزمر جامد قوي وبيسيبه وبيمشي فبيتعصب داني اكتر وبيطرده بعربيته لكن صاحب العربية بيفضل يحدف عليه ازاز لبن بس داني بيفضل يطرده لحد ما عربيته بتتعطل فبيرجع صاحب العربية اتجاهه بسرعة كبيرة وبيترعب داني وبيفكره ويدخل فيه لحد ما بيوقف فجأة وهو بيرجع يسيبه ويمشي لكن داني بيحفظ رقم العربية معاه قبل ما تختفي من قدامه وبنها اكتشف ان صاحب العربية ستة واسمها امي واللي لما بتوصل للبيت بيتبعت لها رسال كتير وده لانها مشهورة بسبب حياتها الزوجية ولانها كمان مشهورة ببيع الزهور لكن بيظهر على امي انها متضايقة من كتر الرسال والمسؤولات وعندها غضب كبير ولما بتوصل لبيتها بيقابلها زوجها واللي بيسأل عن سبب توترها فبتحاول انها تشرح له اللي حصل وانها متضايقة بسبب تفكيرها طول الوقت في الاجتماعات والرسال اللي بتتبعت لها فبيوقفها جوزها وبيطلب منها انها تاخد نفسها وتفكر في حاجات الايجابية فبتدائم اكتر لكنها بتضطر تتظاهر بانها هادية وفي الوقت ده بتناديلها بنتها وبتوريها المزهرية اللي هي عملتها هي والدها واللي مش بتعجب امي لكنها بتضطر تاخدها وتبعها في المحل بتاعها بسبب رغبة زوجها ولما بيرجع داني اللي بينادي على اخوه ولكنه مش بيرد عليه بسبب انه بيلعب وبيحاول انه يكلموا على العربية اللي كانت بتطرده لكن بول اخوه مش بيرد عليه برضه وفي الوقت ده بتتصل والدي الداني عليه من كوريا واللي بيظهر انه عندهم مشاكل كتير ومش معهم فلوس فبيجدب داني عليهم وبيقولهم ان الشغل ماشي كويس وانه هيشتري لهم الارض اللي نفسهم فيها فبتطلب والدته منه انه يركز في حياته ويشوف بنته كوريا ويتجوزها ويعمل عيلة ولما بيقفل داني مع اهله بيجبر اخونه ويسيب اللعبة وبيطلب منه انه يشتغل ويساعده في الفلوس وإلا يخليه يتفعل ايجار معاه فبيدقبوله وبيضطر نوافق ولما بترجع ايمي لشغلها بتلاقي المساعدة بتاعتها معجبة بالمزهرية اللي جوزة عاملها وبتفضل تشكر فيه وده لان والد جوزة كان مشهور في عالم التصميم والفن وفي الوقت ده بتدخل عليه واحد عايزة تشتري نباتات ولما بتشوف ايمي بتطلب منها انها تتصور معاها وبتقولها انها بتحبها وبتشوف حياتها ملهمة لكن ايمي بتكون متضايقة وبتضطر تبتسم غزبنا عنها وبيروح داني عنده واحد عشان يركب له جاز في بيته وبيسألهم كان شاف له شغل فبيظهر على صاحب البيت انه متضايق من داني فبيتحجج وبيقوله ان كل صحابه عندهم عمال فبيعرض داني علي انه يقص الشجرة لقدام بيته فبيضطر صاحب البيت انه يوافق عشان يخلص منه ولما بيدخل بيته وبيسمعها داني وبيتكلم مع مراته اللي بتطلب منه انه يطرده بسبب انه مزعج جدا ولما بترجع ايمي للبيت بتلاقي حماتها ويقاعدة مع بنتها وبتطلب منها انها توريلها رسمها فبتتدقى وبتطلب منها هي وجوزها انهم ما يضغطوش على بنتها بسبب انهم بيعلموها كتير قوي لكن حماتها ما بتكونش مهتمة بكلامها وبتتكلم عن اختها اللي كانت بتاكل بسوط عالي وبيروح داني عشان يقابل ابن عمه ولي بيكون اسمه ايزك عشان يطلب من الفلوس اللي اخدها منه وتنصب عليه ودخل السجن بعدها فبيقوله ايزك انه هيديه لي الفلوس بتاعته وده لانه حاسس بالزنب وتاني هون بيروح داني مع اخوه عشان يقص الشجرة وبيفرح لما ابن عمه بيحوله فلوسه على حسابه ولما بيطلع داني عال الشجرة واللي بتكون عالية جدا بيسمع فجأة صوت عربية ولما بيبص بيلاقيها العربية اللي كانت بتطرده فبيتفاجئ وبيعمل عالشجرة فبيترده صاحب البيت من الشغل وبيداي اخوه منه ومش بيارد يركب مع العربية وبتروح امي مع جوزها الاجتماع مهم جدا بالنسبة لها بسبب انها عايزة من صاحبة الحفلة تشاركها في الشغل لكن امي ما بتكونش مبسوطة لكنها بتضطر انها تتحك بس بتفرح لما بتعرف ان صاحبة الحفلة موافقة انها تشاركها وبتقولها انها تبعت لها العقد قريب جدا وبنعرف ان داني كان عنده فندق انه بيعه عشان يديل ايزاك الفلوس فبيحاول داني ان يرجعه بعد ما فلوسه رجعت له لكن فجأة بيلاها الفلوس تسحبت من حسابه تاني فبيحبط وبيرجع لبيته وبيحاول انه ينتحر لكنه بيخاف وبيرجع عن قراره في اخر ثانية وبعدها بيدور على رقم العربية لطردته وبيضطر انه يدفع فلوس عشان يعرف العنوان وفي الوقت ده بتكون امي في بيتها وبتحاول انها تفتح الخزنة لكنها بتلاقي الرقم تغير وساعتها بتسمع صوت بنته ويبتعيها بسبب انها كانت بتحلم بكبوس فبتطمنها امي وبتفضل جنبها وبتقعد تحكي لها عن يوم ولادتها وبيظهر ان هو ده الوقت الوحيد اللي كانت فيه مبسوطة بجد من غير اي تظاهر وتاني يوم بتسأل امي جوزة عن الخزنة وبتعرف انه غيرها عن عمدة عشان ما تفتحاش لكن بعد ما بيمشي بتنجح فانها تعرف رقم السري وبنعرف انه جوزة غيره بسبب ان الخزنة فيها مسدس واللي بتاخده امي وبتبقى مبسوطة ويامسكية ولما بيعرف داني عنوان بيتها بيروح لها وبيمثل عليها انه مقاول وبيقولها نلاحظ ان الانبيب بتاعتهم مش مدعومة فبتقلق امي وبتضطر انها تفتح له الباب لكنها بتهدده وبتقوله لماها مسدس عشان ما يجدبش عليها ولما بتفتح له بيتأكد داني لما بينزل الجاراج وبيشوف العربية ولما بيعرف انها هي اللي كانت بتسوها بيطلب منها يدخل الحمام وبعد ما بيخرج بيسيبها وبيمشي بسرعة وبتكتشف امي انه عمل حمام في كل حتة فبتجري وراه لكنه بيركب عربيته بسرعة وبيمشي لكن امي بتنجح انها تحتفظ برقم العربية قبل ما يمشي ولما بترجع لبيتها بتبقى متعصبة جدا وبتفضل تشتم فيه وبتقرر انها تدور عليه من خلال رقم عربيته ولما بتلاقي رقمه بتتصل عليه و بتشتمه لكنه بيشتمها الاول و بيقفل فوشها فبتتعصب امي اكتر وبتبقى عايزة تضرب النار على التليفون في نفس الوقت اللي جوزها بيدخل عليها و بيشوفها وبينشوف داني وهو مع اخوه و بيتصدم لما بيلاقي امي بتكتب عن كلامه وحش على موقع الشغل بتاعه و بيقرر جوزها ان هو ينظف مكان داني و بتداقي امي منه بسبب ايجابيته الزيادة عن اللزوم فبتجذب عليه و بتداقيه و بتقوله ان داني ما كانش عاجبه انه اصله ياباني فبيدق جورجي و اللي بيكون جوز امي و اللي بتنجح في انها تستفزه و بيقرر ان يروح معه للمكان اللي داني ساكن فيه و بيفضله يدوره عليه لحد ما بيلاقيه واحد من الجيران و اللي بيعرفه منه ان اهل داني يرجعوا كوريا بسبب ان الشرطة كانت هتقبض عليهم و ده لانهم كانوا بيشتغلوا في حاجات غير قانونية و بتتبسط امي لما بتتأكد ان داني خلفيته سيئة و بيروح داني و بيساعد بنعمه في نيوئ الحاجات و لما بترجع امي لبيتها بتكتشف ان الاطفال خرموا عجلة العربية بتاعتها و مش بيرضى جورج انه ياخد موقف بسبب انهم اطفال و انه كمان ما بيعرفش غير العجل بتاع العربية فبيعرض عليهم الطفل اللي خرمها انه يركبها لهم في مقابل 40 دولار و بيعرض داني على خونهم يفتحوا شركات مقولات جديدة و بتكون دي فكرة ايزيك و بيضطر داني يشارك اخوه عشان يسجل الشركة باسمه فبيوافق بول لكن على شرط انه يطبق افكاره في الشغل فبيوافق داني و بيقوله بول انهم هيستهدفوا الكوريين و بيعرض عليه انهم يطلبوا مساعدة حبيبته القديمة فبيرفق داني و بيقوله ان الوضع حساس لكن بول بينجح في انه يقنعه و بيروحوا عندها البيت و بيطلبوا منها المساعدة و بيفضل داني يبص على بطنها و دلقناها حامل فبتوافق هي و جوزها انهم يساعدوهم و في الوقت ده بيتصل ايزيك عليه و بيعرفوا ان ايمي و جوزها راحوا لحد بيته و سألوا عليه فبيدق داني و بيفضل يشتمها و بيبقى مش عارف هي عايزة ايه منه وبتجهز ايمي عشان تروح مع جوزها المعرض حامتها اللي بيظهر علي انه متدق منها بسبب اللي حصل و مش بيرضى انها تربط له الكارفاتة بتاعته و بيسيبها و بيمشي و في الوقت ده بيبعت لها دين رسالة و بيهددها فيها و بيقولها انه راجل خطير و انها مجرد واحدة متجوزة و حاسة بالملل في حياتها و انها حاسة انها فاضية من جوة و عشان كده هي عايزة تدايقه وتلعب معاه لكن هو مش هيسيبها لو هي ما بيعدتش عنه و سابته في حاله فبتقرر ايمي انها تعمل اكاونت فيك و بتحط صورة بنت جميلة و بتبعت له رسالة على الاكاونت بتاعه و بتتفاجئ لما بتلاقي بول هو اللي بيرد عليها و بيبعت لها الصورة ليه هو اريان و بيروح داني و اخوه عند عميلة عشان يصلحوا لها الحمام بتاعها و بيفضل بول يتكلم معها و بيسيب داني يشتغل لوحده و بيعرفه ان في واحدة بتكلمه فبيقوله داني انه اكاونت فيك لكن بول مش بيصدقه و بيفضل يتكلم مع ايمي اللي بتروح لمعرض الكاريس اللي حماتها عملته بعد موت جزها وبتوصل جوردان للمعرض و اللي بتكون ايمي عايزة تشاركها في الشغل وبتطلب جوردان من جورج انها تشتري كورسي عجابها لكنه بيرفضوا بيقولها انه مش للبيع فبتتدايق ولما بتحاول ايمي تكلمها عن الصفقة بتتهرب منها وبتمشي وبيروح داني مع اخوه المالها عشان يحتفلوا لكنه بيفضل يتكلم في التليفون و بيسيبه فبينصحوا داني و بيقوله انه لما يجبر احسن له انه يختار واحدة كوريا يتجوزها لكن بول ما بيكونش مهتمة بالكلام ده وبيطلب من اخونه يعيش حياته وبتتعصب ايمي من جورجي وبتقوله انها اشتغلت سنتين عشان تتم الصفقة دي وانه هو كان مفروض يساعدها فبيعترد جورجي وبيقولها انه دايما بيوعف جنبها لكن ايمي ما بتكونش شايفة كده وده الانها هي اللي بتشتغل وبيجيب فلوس فبيتهمها جوزها بينها مهووسة بالفلوس وانها مش بتفكر غير فيها فبتداي ايمي وبتقوله انها ما عاشتش طفولة زي بتاعته وانه الاغنية بس هما اللي مفكرين ان الفلوس مش مهمة وفي اسناء ما هما بيتخنقوا بيبعت لها بقول عنوان الملها وبيطلب منها انها تروح فبتقفل ايمي التليفون وبتكمل خناها مع جوزها وبتسأله عن السبب اللي بيخليه يعجب بصور المساعدة بتاعتها على الانستجرام وبتطلب منه يبقى صريح معاها بيقولها انه ما بيشوفش صورها حتى وبيفتحها في موضوع المسدس فبتقوله انها ما جابتش المسدس ده وانها كانت فكرة والدته وبتفضل تتكلم لحد ما بتغلط وبتقوله ان علاقتهم مملة فبيسألها جورجي ان كان ليه علاقة بقصة العامل العامل حمام في بيتهم فبتقوله ايمي انه ليه علاقة وانه بوز بيتهم اللي هي اشتريته وما بتعرفش حتى تستمتع بيه بسبب انها في الشغل طول الوقت وانها نفسها حد يفتكرها ويجيب لها اي حاجة فبيدق جورجي وبيسيبها وبيقرر يتجهلها طول اليوم فبتسيبه ايمي وبتروح للمالها وبتبعت لي داني رسالة وبتقوله انها عايزة تخلص من كل ده ودل انها عندها حياة ومشاغل كتير لكنها عايزة يدفع تمن افعاله وانها هتلاقيه وهتاخد منه حاجات قليل قوي وبيتصدم داني لما بيتخيلها في المالها ولما بيخرج بيلال عربية بتاعته مكتوب عليها انه مش بيعرف يسوء وانه فقير فبيغضب داني وبيزعق لاخوه لما بيحاول انه يبعده عن العربية وبيعرف انه مطرد من الشركة فبيقوله بقوله ان الشركة باسمه وانه هو اللي في ايده يطرده لكنه بيتصدم لما بيعرف ان اخوه استغلي اسمه وانها كانت فكرة ايزاك ولما بترجع ايمي لبيتها بتبقى مبسوطة وحاسة بالنصر ولما بتشوف جزء بتاعته زره وبتوافق انهم يروحوا الاخصائي علاقات وبتقوله انها فعلا بتحبه وبيروح داني لبيت ايمي عشان يكسره لكنه بيخاف وبيرجع عن قراره لما بيلاقيهم فتحين النور وتاني يوم بتروح ايمي مع جورج عند الاخصائي النفسية وبتحاول انها تسيطر على مشاعرها وتباني ايجابية وبتقول الاخصائية انها كانت متوترة بس عشان الصفقة وبيدخل جورج بيقول الاخصائية انه كان بيخالي مراته وتمارس التأمل لسنين طويلة فبتشكره ايمي لكن الاخصائي بتستغربها وبتسألها عن اللي هي عايزة تقول الجزهة فبتقول لها ايمي انها تربط من وهي صغيرة على انها تكبت مشاعرها انها عندها وعي بذاتها لكنها محتاجة تطوارو وتعرف اللي ورا وعيها فبتوافقها ايمي وبتقول لها انها عشان كده بتسيط بنتها مع جوزها وده لانها بتخاف تزرع فيها نفس المشاعر اللي اهلها ربوها عليها وبنشوف داني هو امقرر يكمل انتقامه وبيروح تاني يوم قدام بيت ايمي وبيبقى عايز يولع في عربيتها لكنه بيتصدم لما بيشوف بنتها جوال عربية فبيترعب وبيهرب ولما بيرجع للبيت بيلاخوا بينضف البيت وبيبقى مش عايز يسمعهم فبيزعق في داني وبيعرفوا انه كان هيموت طفلة لكن بول مش بيهتم وبيسيبوا وبيخرج عشان يقابل البنت اللي بيكلمها عن نت واللي بتكون ايمي واللي بنشوفها وهي مع جوزها عشان بنتهم ترسمهم وفي الوقت ده بيبقى تلاقي ابو الرسائل فبتخاف ايمي وبتمسحهم بسرعة وبعدها بتستأذن من جوزها عشان تروح تقابل جوردن وبيروح داني الكنيسة بعد ما شاف الاعلان اللي اخده من حبيبته السابقة ولما بيدخل وبيسمع القدس بيتأثر وبيعايت ومش بيقدر يمسك نفسه لدرجة انه بينهار ولما بتروح ايمي عند جوردن بتعتذر لها عن اللي جوزها عمله فبتطلب منها انهم يتكلموا في الشغل فبتقولها ايمي انهم عايزين يستهدفوا جيل الالفنات وده انهم مش عايزين يخلفوا فبيقرروا يزرعوا نباتات لكن جوردن بتقطعها وبتسألها ان كانت سفرت للصين قبل كده وده انهم بيقدروا يقضوا وقتوا مع بعض ويتحاكوا عكس امريكا اللي مش بيهتموا غير بالصفقات فبتضطر ايمي انها تجريها وبتقولها انها فاهمة طريقتهم في الشغل فبتسأذن جوردن منها وبتقولها انها مضطرة تابع حاجة وهترجع لها على طول وقبل ما تمشي بتقولها انهم لازم يتعرفوا على بعض عن مستوى الانساني اكتر قبل ما يتموا صفقة وفي الوقت ده بيبعد بور رسالة ايمي وبيسألها عن شغلها لكنها بتكون متضايقة وبتطلب منهم يبطل يسألها اسئلة غبية وبيبقى داني للساقات في الكنيسة وبتروح له حبيبته السابقة وجوزها وبيقنعه ان هو يسجل فيها ويحضر على طول وبتصل ايمي بجوزها وبتحكيله اللي حصل وبتبقى متضايقة من تعامل جوردن فبيطلب جورج منها انها تكون ايجابية ويتعتبر نفسها في رحلة وبيقولها انه هيبعت لها صورة زرعة صورها جديد لكنه بيغلط وبيبعت لها صورة المساعدة بتاعتها فبتتصدم ايمي ومش بترد عليه وبتقفل التليفون قبل ما يشرح لها ولما بيخرج داني من الكليسة بيلال يفطة بتاعتها مش معدولة فبيقرر يصلحها ولما بيشوفه جوز حبيبته السابقة بيارد على انه يشتغل فيها عشان يدعموه فبيرفض داني وبيقوله انه مش ياخد فلوس على الاصلاحات دي وبيبعت جورج الرسال لامي لكنها مش بترد عليه وبترد على ارسالة بول واللي كان بيقولها فيها انها جميلة فبتقرر انها تبعت له صورة رجليها فبيطلب منها انها تكلموا فيديو فبترفض فبيكلمها صوت ولما بترد بيسألها بول عن اللي خلا يومها تعيس فبتقوله ايمي ان مدرتها هي السبب وانها بتكره الناس تفكر في مشاعرها قبلها فبيقولها بول ان الناس الكبر في السن بيعملهم وحش عشان هما ندمنين على القرارات في حياتهم فبتوافق ايمي وبتتفاجئ لما بيسألها عن اللي بتكره وبتقوله ان مفيش حد يسألها السؤال ده قبل كده وبيتفكر وبتقوله انها بتكره تتظاهر بانها مش بتكره حاجة زي الشغل وانها تتمنى لو كانت مش بتعمل حاجة وبعدها بتسأله عن اللي بيكره فبيقولها بقوله انه حاليا حسس انه بيكره اخوه لكنه مش بيرضى يقولي السبب فبتقوله ايمي انه هو اروع من اخوه وبتتبسط لما بول بيقولها أنه حاسس أنه يعرفها طول عمره لكنها بترتبك أول ما بيقولها أنه معجب بيها وبتقفل التليفون بسرعة وبتعمل له بلوك وبعدها بيقولها المساعد بتاع جوردن أنها اضطرت تسافر عشان شغل مستعجل وأنهم هيقدوها معاد تاني وبيقابل داني آيزيك وبيحكي له عن اللي حصل في الكنيسة فبيطلب منه أنه يهدى ويسترخي على الكورس المساجي اللي هو قاعد عليه وبيدوله هدية ولما بترجع إيمي لبيتها بتقعد مع جوزها وبتتأمل زي ما الأخصائي قالت لهم لكن فجأة بتنهره وبتعيط وبيبقى جورجي مفكر أنها زعلانة بسبب الصورة وبيحلف لها أنه مالوش علاقة بيها فبتقوله إيمي أنها بتحس بشعور غريب وما تعرفش هو إزاي أو إم تجالها لكن كل اللي تعرفه أنها بتحس أن الأرض لكنها بتتطبع على نفسها وأنها حاولت تطلب مساعدة أيام الجامعة وتروح لدكتور نفسي وأنه وصف لها أدوية للإكتئاب لكن الشعور فضل مستمر معها وبتحس أنها بتتكلم كتير فبتتأسف له فبيقولها جورجي أنه عايزها تتكلم معاه فبتقوله أنه هي كمان نفسها لكنها بتحس أنه مش بيفهمها فبيقولها أنه أكيد هيفهمها وأنه يعرف ناس كتير كان عندهم اكتئاب وتغلبوا عليه وأنه كمان ساعات كتير بيحس بإحباط ودل إنه عمره ما تخيل أنه هيبقى قبعد في البيت لكنه بيتقبل الحزن وبيقولها أنها مش لوحدها وأنها ممكن تشاركوا كل حاجة فبتشكروا إيمي لكنها بتبقى عارفة أنه مش فهمها وتاني يوم بيتصل داني على البنك وبيحاولوا أنه ياخد قرد عشان يشتري الأرض اللي أهله كان نفسهم فيها لكن البنك بيرفض بسبب أنه داني مش معاه مقدمة القرد فبيفكر وبيسألوا أن كانت الكنيسة بتاعته ممكن تاخد قرد عشان تعمل إصلاحات فيها فبيقولوا الموظف أنهم هيدوروا في الموضوع بنتها في البيت فبتديها جوردن مهلة أنها تفكر وبتقول لها أنها ممكن تسافر للاس فيجاز وتشوف الشغل بنفسها وساعتها تقرر ولما بياخد داني الموافقة من الكنيسة على القرد بيبعد رسالة لأيزيك وبيعرفوا أن خطته نجحت وبتتصدم إيمي لما بيروح لها بولي الشغل وبيسأل عن البنت اللي بيكلمها فبتكذب عليه وبتقولوا أنها مش بتشتغل هنا لكن بيظهر أنها كانت بتكلمه على أنها المساعدة بتاعتها واللي بتظهر فجأة قدامهم فبتضطر إيمي أنها تاخد بول بعيد وبتعترف له على كل اللي هي عملته وبتقولوا أنها كانت في حالة وحشة وأنها أعجبت بالكلام معاه وأنها أكيد هيلاقي بنتي يعجبها فيه من الأيام لكن قبل ما إيمي بتكمل كلامها بيقرب بول منها وبيبصها فبتتصدم ومش بتعرف طرد وبعدها بتوصلوا بعربيتها لحد بيته ولما بيطلب بول منها أنهم يخرجوا تاني بترفض إيمي وبتعرفوا أنها متجوزة وفي الوقت ده بيظهر داني قدامهم فبتستخبى بيدها عشان ما يشوفهاش ولما بيجي الليل بيروح مع آيزك للمغزن وبنعرف أن داني ناوي ياخد فلوس القرد لي ويصلح الكنيسة من الأدوات اللي آيزك هيسرقها وبترفض بنت إيمي أنها تسافر معاها فبتحاول أنها تقنعها لكنها بتفضل مصرة وبتسرخ فبتشيلها إيمي بالعافية لكنها بتقع منها على الأرض فبتزعل وبتحاول تعتذر لها لكن بنتها بتجري على جورجي اللي بيطلب من إيمي أنها تسافر هي وأنه هم هيقعدوا في البيت لحد ما ترجع فبتقولوا إيمي أنها كانت نفسها يسافروا مع بعض عشان يصلحوا على قطهم لكنها بتضطر توافق أنها تسافر لوحدها وبيرجع آيزك مع داني للبيت وبيعرف أخوه إن فيه شغلة يدخلهم فلوس كتير وأنه عايزوا يشتغل معاه فبيوافق بوله وبيعرض عليهم أنهم يشربوا عشان يحتفلوا وبيفضل يشرب أخوه أيزك وبيمثل إن هو بيشرب وده لإنه عايز ياخد عربيت أخوه ويسافر لإيمي واللي بتسافر وبتروح مع جوردان واللي بتعرفها إنها بتضطر تستجمه جوال فندوق وده لإن العملة بتوعهم أغلبهم من الطبقة المتوسطة وأنهم مش بيحبوا يشفوا هي بتستمتع فبتضطر تتظهر بإنها بسيطة ومش بيتبين حياتها غير للناس قليلة وبعدها بتسيب إيميلي في الفندوق وبتروح عشان تحضر اجتماعات ولما بيفوق داني بيتصدم لما بيلاقي بول بعت له رسائل وبيعرفه إنه سافر للاس فيجاس بالعربية بتاعته عشان يقابل حبيبته فبيطلب داني من أيزك نومي سافره بعربيته وده لإن الأدوات في العربية اللي بول خدها وبتتكلم إيمي مع جوزها وبتحكي له اللي حصل في يومها فبيسألها جورج إن كانت تقدر ترجع بدري عشان يخرج مع صحابه وفي الوقت ده بيبعت لها بول رسالة وبيعرفها إنه في لاس فيجاس فبتبعد الرسالة بسرعة وبتوعد جوزها إنها ترجع بدري وبتقفل معاه وبعدها بتفكر وبتقرر إنها تبعت رسالة لبول عشان يروح لها الفندوق واللي لما بيوصل بيكون جايب لها بوكي ورد وبيلمس إيديها لما إيمي بتاخده منه فبتطلب منه إنه ما يكونش فيه أي تلامس جسدي لو هيقضوا اليوم مع بعض وده لإنها عندها عيلة فبيوافق بوله وبعدها بيخرج سجار حشيش وبيعرض عليها إنها تشرب معاه فبتقوله إيمي إنها ما شربتش من ساعة ما ولدت بنتها وبيبدأوا يشربوا وبيفضلوا يرقصوا ويلعبوا وبيبقوا مبسطين وبعدها بيتكلموا وبتعرفوا إيمي إنها تعمل صفقة بعشر مليون دولار فبيتصدم بوله وبيقولها إنه كل اللي في نفسه مليون واحد بس فبتقوله إنها كانت هتفكر زيه لو كانت في العشرينات فبيقولها بولي إنها شبه أخو وده إنها بتشتغل عشان اللي حواليها وبتنسى نفسها وإنه حس إنه تعيسه مكتائب وإنه يتمنى إن أخوي يسيبه في حاله ويبعد عنه وده إنه مش عايز الطاقة السلبية دي حواليه فبتزعل إيمي وبتقوله إنه تصرف أقنان المحطمين نفسيا ينشروا كأبيتهم فبيقولها بوله إنه حس إن الحياة زي ألعاب الفيديو فبتضحك إيمي معاه و بتقوله إنه عميق وبيحاول بوله إنه يقرب منها لكن التليفون بتاعه بيرن فجأة وبيظهر إن داني هو اللي بيتصل بيه لكنه بيقفل تليفونه ومش بيرد عليه ولما بيوصل داني للفندق بيبقى عايز يدور على أخوه لكنه مش بيعرف وبيطلب أيزك منه إنهم يلعبوا أمار وبيفضل يلح عليه لحد ما بيوافق وبيوافق بوله إنه يفضل في قضة إيمي وينام على الكنبة وبتجيب له غطى زيادة وبتديله فلوسه وبتطلب منه إنه يعتبرها شكر منها وده لإنها قضت ليلة جميلة فبياخدهم بوله وبيهزر معاها وبيقولها إنه حاسس إنه عهرة فبتقوله إيمي إنه راجل رائع وإنه في يوم من الأيام هيحقق اللي نفسه فيه وإنه ما يسيبش أخوي يحبطه فبيتبسط بوله وبيطلب منها إنه يحضنها فبتوافق إيمي وتاني يوم لما بيخرج من القوضة بيشوف أخوه آيزك فبيهرب منهم وبيرجع للقوضة وبيفضل داني وآيزك يجر وراه وبيطلعوا سلالم كتير لحد ما نفسهم بيتقطع وفي الوقت ده بتطلع إيمي لقوضة عشان تجيب تليفونها لكنها بتنزل قبل ما تشوفهم ولما بيوصل بوله وبيدخل القوضة بيلحقه داني وبيحاولوا إنه يزوقه لكنه بيفشل لحد ما آيزك بيوصل وبيزوق الباب معاه ولما بيدخل وبيضرب آيزك بول فبيبعده داني وبياخد مفتاح العربية منه فبيقولهم بوله إنهم مفتاحين للشافقة وإن محدش يهتم بهم لما يموتوا فبيضربوا داني بالقلم وبيقولوا إنه ما كانش هيبقى موجود له لا وإنه هو المسير للشافقة وبيتف آيزك عليه وبيسيبه وبيمشو وفي الوقت ده بتحضر إيمي الندوة اللي جوردين عاملاها وبتفضل تتكلم عن نفسها وعن عائلتها وفي الوقت ده بيشوف داني صورتها بالصدفة فبيدخل الندوة وبيقرر إنه يسألها وبتبقى إيمي مش شايفة لكنها بتعرفوا أول ما بيسأل عن مطاردتها ليه على الطريق فبتطلب إيمي من الأمن إنهم يخرجوا وبتترية عليه وبتقول اللي حواليها إنه أكيد سكران وبيحاول داني وآيزك نوم يجروا ويهربوا من الأمن لكن في نهاية بيمسكهم وبيقبضوا عليهم وبتظهر إيمي قدامه وبتشاور له وبتحذره من إنه يتحداها بعدها فترة بنشوف داني وبيسوق عجل مع جورج وبيغير اسمه عشان يتعرف عليه ولما بيرجع آيزك من لاس فيجاس بيفضل متدائق من داني وده لإنه الشرطة حبسته هو وطلعته من السجن بغرامة فبيروح له داني وبيحاولوا إنه يصبروا وبيعرفوا إنه جورج ابن فنان مشهور جدا وإنه هم سرقوا لوحاته هياخدوا فلوس عليه كتير فبيضربوا آيزك بالألم وبيطلب منه إنه يكمل خطة الكنيسة عشان ياخد الفلوس ويدفع كفالته فبيتفاجئ داني بالألم وبيحس بالإهانة ومش بيعرف يرد ولما بيعرف الكنيسة مع رجالة آيزك بينجح إنه يقنعهم يشتغلوا معاه من غير ابن عمه ويسرقوا لوحة من بيت جورج فبيقترحوا عليه إنهم يدخلوا البيت بحاجة إنهم مقاولين فبيرفض داني وبيقولهم إنه هو استخدم الحاجة دي قبل كده وبعدها بنشوفه في بيت جورج وده إن علاقتهم اتطورت وبأصحاب وأول ما داني بيدخل بيقابل بنته صغيرة وبيتراب لما بتقوله إنها عرفاه لكن داني بيتجهلها وبيديها حلويات وبيطلب والدها منها إنها تدخل قضتها وبيدخل داني للحمام ولما بيخرج بيقوله جورج إنه في تسريبات للميا وأنهم لازم يلحقوها فبيقوله جورج إنه هيكلم مراته لكن داني بيمنعه وبيقوله إنه هيتصل على سباكين يعرفهم وبيروح رجالة آيزك عشان يشتروا الأدوات اللي هيصلحوا بها الحمام وبيبقوا مستنين إشارة من داني واللي بيقى مع جورج وبيفرجوا على الأعمال الفنية بتاعته هو والده فبيجدب داني عليه وبيفهمه إن أعماله الفنية أحسن من بتاعته والده وإن أعماله بتحسسه بالحزن وكأنها ملتصقة بقلبه فبيتأثر جورج بكلامه وبيقوله إنه أحيانا بيحس إنه محتال وإنه بيفكر إن كان ابوه مات بخبة أمل منه ودل إنه مش بيحس نفسه فنان وبيشكر داني على كلامه وبيقوله إنه مبسوط إنه تعرف عليه ودل إنه كان بيحس بوحدة وإن امراته مجهولة عنه وبتاخد قرارات من وراه وبيشكره تاني وبيقوله إنه حس إنه شخص طيب فبيحس داني بالزنب وبيتصل عن رجالها وبيعرفهم إن الخطة تلاغت وبيجدب عليهم وبيقولهم إنه ملقاش حاجة في البيت لكنهم بيصر إنهم يعرفوا العنوان وبيروحوا فبيقفل داني التليفون ومش بيردى يقولهم حاجة وبعد ما داني بيمشي بيقرروا إنهم يكملوا الخطة وبيروحوا عند جورج وبيعرفوا إنهم سبكين وإنهم شافوا تسريبات عنده وبيعرضوا عليه إنهم يصلحوا فبيشك جورجي فيهم ومش بيردى يفتح لهم بعد اللي حصل لإيمي آخر مرة وبعدها بيتصل على واحدة وبيعرفها اللي حصل وبنكتشف إنها المساعدة بتاعت إيمي واللي بيكون اسمها مية وبنعرف إن جورجي بيخون مراته وعلى علاقة بيها ومتفقين إنهم يتقابلوا وفي الوقت ده بتوصل والدة جورجي للمحل بتاع إيمي وبتقابل مية وبتسألها عن المزهريات بتاعت ابنها إن كانت بتتبعه ولا لا فبتقولها مية إنها معجبة جدا بروح الفن اللي في عيالهم وبتطلب منها إنها تشغلها معيها فبتسيبها والدة جورجي وبتروح الحمام وبتتخضل لما بتشوف إيمي فيه وبتصور نفسها وبيظهر نمكان ومفروض يتقابلوا على الغدى لكن إيمي بتنسى وبترجع تلها معاه تاني وبنكتشف إن والدة جورجي عليها ديون كتير وإنها محتاجة تستيل فلوس من إيمي عشان تسددها وإلا هتضطر تباع الكرسي بتاع جوزها لكن بتبقى عارفة إن ابنها هيرفض وبتعرف المحام بتاعها إنها هتروح لبيت وهتشوف إيه اللي هينفع يتباع وبيسيب بول بيت أخوه وبيروح عند صحابه وبيطلب منهم إنه يوعد معهم لحد ما يلاقي مكان فبيوافقه لكن على شرط يدفق معهم في إيجار البيت ودل إنه غالي وبعدها بيفضلوا يتريعوا عليه وبيقنعون ياخد فلوس من الست الغناء اللي هو ماشي معايها فبيتدق بول من كلامهم وبيدخل للحمام وبيبعت رسال لإمي واللي بتفضل تشتكله من جوزها وبتعرفه إنها محتاجة سبك عشان يصلح الحمام بتاعها فبيعرض بول عليها إنه يروح لها البيت ويصلحه هو فبيتوافق إمي وقبل ما يدخل البيت بتحذره من إنه يبقى فيه تلامس جسد بينهم لكنهم بيعملوا عكس كده وبيدخلوا في علاقة وبيعرفها بقولوا إنه سبت أخوه قاعد عند صحابه وبيفضل يتحاجج لحد ما بيطلب منها فلوس وبيقولها إنه عارف كويس إنه هيبقى مليونير زيها في فترة قصيرة فبتقوله إمي إنه خل اللي عملته يبدو سهل وإنها ضحت بسعادتها وسعادت عيليتها عشان توصل اللي هي فيه فبيقولها بول إنها تقوله إنها مش عايزة تديل الفلوس بدل ما تتعامل كعاهرة وبتتصدم إمي من كلامه وبتترده من البيت وبعدها بتنهاره وبتفضل تعيط وبتتصل نايومي عليها واللي بتكون جاريتها وليه علاقة بجوردن وبتبقى عايزة تعرف إمي إنها تاخد جايزة لكن إمي ما بتكونش مهتمة وبتقفل معها فبتدق نايومي وبتفضل تدور على الحادثة اللي كانت عطري وبيظهر إن المطاردة بتاعة إمي لداني كانت متصورة لكن هما مزهرين في الفيديو وبتشوك نايومي في إمي ودل إنها شافت عربيتها في الفيديو وبتقرر ناتس تعين بواحد عشان يحقق لها في الموضوع وتتأكد إن كانت هي ولا لا وبتقفل إمي لبيت وبتخرج وبعدها على طول بتوصل حماتها وبتعطل جهاز الإنذار عشان تسرق الكرسي بتعجوزها من بيت ابنها لكن في الوقت ده بيدخل رجالة أيزك للبيت عشان يسرقوه ولما بتشوف موالدة جورج بتهددهم بالمسدس وبتجري وراهم لحد ما بتعمل على السلالم وبيغم عليها وبتجي الإسعاف وبتاخدها ولما بتروح لها إمي وجوزها المستشفى بتتصدم لما بتعرف إن حماتها هتسكن معهم لحد ما تخف وبتفضل إمي شكة في حماتها وده لإنها مش بتبقى عايزة تقول اللي حصل ولا السبب اللي خلى جهاز الحماية والكاميرات تتعطل لكن إمي بتطار تمثل إنه مش فارق معاها وبيدق داني لما بيلاها أيزك ورجالته في الكنيسة وبعد القدس بيلومهم بسبب إنهم ما سمعوش كلامه وقرروا يسرقوا البيت ولما بياخد أيزك الشيك من البنك بيعرفوا إنه هيديهم فلوسهم الدفعة الجاية وإنه هياخدوا الفلوس لنفسه ولما بترجع إمي للبيت مع حماتها بتبقى الآن منها بسبب إنها بتقول كلام غريب وبتبقى مفكرة إنها هتنفصل عن جورج فبتطلب إمي منه إنه يروح للمحل بتاعها ويسلم فلوس من مية وبيقعد أيزك مع حبيبة داني السابقة وجوزها وبيفضل يتكلم معهم وبيهزر وبيطلب منه إنه يشترك هو داني في ماتش كورت السلة للكنيسة هتنظمه فبيرفق داني لكن ابن عمه بيوصر لحد ما بيشتركه وبيبقى مبسوط جدا ولما بيخرجه بيدي داني نصيبه من الفلوس من وراء رجالة بتوعه وبيقوله إنه هيسنده على طول وبتجهز إمي سرير حماتها وفي الوقت ده بيتصل الجوزة عليها وبيعرفها إنه قابل نيومي وإنها تروح لهم البيت عشان تتكلم مع والدته عن الحادثة فبتعيده إمي إنها تتولى الموضوع ولما بتدخل حماتها بتديلها دواء اللي بيكون عبارة عن منون وبنشوف جورجوها مع مية وبيطلب منها إنهم ينفصلوا ودل إنه حاسس إنه والدته شكة فيه ولما بيرجع داني لبيته بيبقى محبط ومش لاقى حاجة يعملها فبيلعب كورة وفجأة بيلاقى أخو داخل عليه وبيلعب معاه وبيفضل يلعبه وبيقوله محسوطين وبعدها بيعمله داني أكله وبيقوله بولن مش معه فلوس فبيسأله داني عن اللي محتاجه فبيقوله إنه مش محتاج يستلف ونه عايز يشتغل فبيقوله داني إن الشركة بات باسم آيزك وإنه لازم يعتذرله عشان يعرف يشتغل معاهم فبيوافق بوله وبعدها بيتكلم عن إيمي وبيقوله إنها دمرته لكن داني ما بيكونش عارف إنه مصاحبها وبيبقى مفكر إنها واحدة بيضة مش أسيوية وبتضطر إيمي إنها تضحك في وش نايومي واللي لما بتدخل بتلاقي حماتها نايمة فبتعرض إيمي عليها إنها تزورهم في يوم تاني لكنها بتتفاجئ لما نايومي بتسأل عن اللي بيحصل معاها وبتوريها الفيديو بتاع الحادثة بتاعتها وبتقولها إن العربية بتاعتها موجودة وإنها لما حققت في الموضوع عرفت إنه اللي كان معا في الحادثة هو نفس الشخص اللي دخل بيتها وعمل حمام فيه وإنها عرفت إنه هو كمان نفس الشخص اللي كان بيزعلها في الندوة فبتنكر إيمي كل ده وبتقولها إنه كان مجرد واحد سكرون فبتطلع لها نايومي الفيديو بتاع السرقة اللي حصلت في بيتهم وبتقول لها ان اللي سرقوهم بيشتغلوا في الشركة بتاعة ايزيك واللي بيكون ابن عم داني وبتستنتج نايومي ان ايمي على علاقة به واول ما ايمي بتسمع كلامها بتفضل تضحك بصوت عالي وبتقول لها انها عمرها ما كانت هتربط الاحداث بالشكل ده ودلقناها بتشتغل طول الوقت ومش فاضية تدور في حياة الناس فبتدق نايومي من كلامها وبتفهم انها بتلقح عليها وبتهددها انها تحقق في الموضوع اكتر وساعتها هتعرف جوردن وهتلغي الصفقة اللي ما بينهم فبتبتسم ايمي وبتشكرها على انها قلت لها وبتطلب منها انها تشغل نفسها في حاجة وبيروح بقول مع اخوه عشان يعتذر من ايزيك وبيفضل يقول اي كلام لحد ما داني يجبيره انه يتأسف فبيسامحوا ايزيك على طوله بيوافق انه يشتغل معاهم وبعدها بياخد داني وبيوريوا الفلوس بتاعته لهم خبيها وبيعرفوا ايزيك ان المحامية بتاعته هتخرجوا من القضية بتاعت لاس فيجاس وده الاني داني هو اللي كان ظهر في الكاميرات وانه ايزيك هيخلي واحد من اللي بيشتغلوا معاه يشهد ان اللي حصل لسوق تفاهم فبيسألوا داني عن السبب اللي بيخليه ورير فلوسه فبيقولوا ايزيك لانه بيعتبروا عيلته وانه بيسق فيه وبيعرفوا انه بعدما القضية هتخلص هيتوسعوا في شغلهم وهيشتغلوا في الاستراد والتصدير لكن داني ما بيكونش مرتاح وبيقلق اكتر بسبب اخوه وفي الوقت ده بتبعت له ايه مرسالة وبتطلب منه انهم يتقابلوا عشانينهم الموضوع كلما بيقابلها بتعرفوا ان رجالتوا اللي سرقوها دخلهم في المشاكل ودلقنهم اغبية وكانوا لبسين تشيرتات عليها اسم الشركة اللي بيشتغلوا فيها وبتطلب منه انه يروح للإسم ويشهد على نفسه ويقولوا انه كان فيه شخص تاني هو اللي ركب العربية البيضة وفي المقابل هتدي له فلوس كتير وبيتفوت داني معها لحد ما بيتفقوا انها هديله خمسة وعشرين الف دولار وبتهددوا انه لو ما وفعش هتتفنوا وفي الوقت ده بيقف واحد قدامهم وبييزمر عليهم عشان يتحركوا فبيغضبوا عليهم ماليتنين وبيفضلوا يشتموا فيه ويزعقوا وفي الطريق بتتصل نايومة على ايمي وبتاعتذر لها ودل ان حماتها اعترفت لها ان هي اللي كانت عايزة تسرق من البيت وبتقولها نايومة انها ما كانتش تعرف انها عايزة تخبع لحماتها فبتتفاجئ ايمي لكنها بتقرر تكمل الكتبة وبتقولها انها ما كانتش عايزة تحرك حماتها وبتتصدم لما بتعرف ان جورجي باعي الكرسي بتاع والده لجوردن لكنها بتعمل نفسها انها كانت تعرف ولما بترجع ايمي للبيت بتلاقي بنتاز علينا ودل انها كلت شوكولاتة كتير لحد مرجعت وبتقول ل والدتها انها خافت تقول لها الحقيقة لا تبعد عنها فبتطمنها ايمي وبتقول لها انهم عيلة وانه امرهم ما هيبادوا عن بعض وبيدخل جورجي وبيقول لبنته ان والدتها بتاخد بالها منهم وبتعتني بيهم وبتبقى ايمي مبسوطة من كلامه وبتشكر فيها كمان قدام بنتها وبعدها بتتصل على داني وبتعرفوا انها لغت اتفاقهم بسبب ان مشكلتها تحلت وبتعرفوا ان جارتها هتبلغ عنه البوليس فبيتعصب داني عليها لكنها بتقفل السكة في وشه ولما بيفتح داني تليفونه بيلاقي حد حادث صورة عربيته وبيدور على صاحبها وتانيهم بيروحوا اخوا الكنيسة عشان يلعبوا المطش لكن من غير ايزيك وبنكتشف ان داني بلغ عنه البوليس وانه هو لاتمسك بداله بتهمة الحادثة اللي كانت على الطريق ودل ان العربية متسجلة باسم ايزيك ولما بيروح لداني السجن بيجدب وبيعمل انه مالوش علاقة بالموضوع وبيتعصب ايزيك وبيقوله انه هيتحبس فوق العشر سنين فبيقوله داني ان اكيد امي هي اللي بلغت عنه فبيطلب ايزيك منه انه يعترف على نفسه ويخرجه من السجن فبيوافق داني وبيقوله انه هو اللي هيتحمل المسئولية وانه هيوقف جنبه دايما ولما بيلعب مطش كورت السلة بيكسب هو اخوه وبيبقوا مبسوطين وبعد 8 شهور بنشوف امي وهي مع جوزها وبنتها وبيبقى بيين عليهم السعادة وده لان امي نكحت في انها تم الصفقة وبقى عندها بيت تاني وعندها مربية وبنشوف داني وهو بيغني في الكنيسة وبيبقى عنده حبيبة جديدة وبيظهر عليه السعادة هو كمان وده لانه خد فلوس ابن عمه واشترى الارض وبنى عليها البيت اللي كان بيحلم به وكبر شغله وحياته بيت احسن وبيتصل على اهله وبيوريهم البيت وبيطلب منهم انهم يرجعوا الامريكا بسرعة وبيقول جورج الامي ان حياتهم بيت احسن بعد ما الصفقة تمت فبتقوله انه هو اللي ساعدها لما باعي الكرسي بتاع والد الجوردن وبتبقى بنتهم مبسوطة بالبيت الجديد وبتقوله اامي انهم حصوظين لكن جورج بيبانى عليهم مش كويس وبيعترف الامي انه كان على علاقة بمية وبيحلف لها ان العلاقة كانت بس عاطفية وانه ما عملش اي حاجة تاني فبتتصدم اامي وبتسأله انه اعترف لها بحبه فبيقولها انه اعمل كده فبترتبك اامي ومش بتعرف ترد فبيقولها جورج انه ما عملش حاجة تاني وانه عايز يبقى صريح معاه زي ما هي صريحة معاه وبتحكي له كل حاجة فبتقوله اامي انها فهماه وبتتظاهر انها غضبونة فبيسألها جزها ان كانوا يحجزوا عند الاخصائية فبتقوله اامي انها محتاجة هي لتروح لوحدها فبيوافق جورج وبيروحوا جز حبيبي الداني السابق لبيته وبيطلب منه انه يشغلوا معاه وبيبقى شاكك انهم بيشتغلوا في شغل غير قانوني وده لانه سمع ان ابن عمه دخل السجن لكن داني بينكر كل ده وبيقوله انه مش بيشتغل غير البنى وانه عايزي كان بيشتغل في الاستراد والتصدير بشكل قانوني ولما بتروح اامي الاخصائية بتحكي له على جورج عمله لكنها مش بترضى تحكي له عن خيانتها وبتكتفي انها تقولها انها ما كانتش قديسة يا كمان في الفترة دي وانها بتحب جزها فعلا وان هو الشخص الوحيد اللي كانت عايزة تخلف منه وانها شايفة نفسها محظوظة وهي متجوزة وبقى عندهم بنت مثالية وبتسألها اامي ان كانت تفتكر انه ممكن حد يحب حد من غير شرط فبتسألها الاخصائية ان كانت تقصد بالكلام ده اهلها وانهم حبوها بالشروط فبتعايت اامي وبتقولها ان اهلها حبوها وازهروا ده بتضحيتهم علشانها وبيقابل داني جورج وبيتكلم معه وبيحكيله انه انجس حاج كتير لكنه دفع تمانها فبيسأله جورج عنه يقصده فبيقوله داني انه طول عمره بيشتغل بجهد حتى في الامور البسيطة وانه كان بيفتكر ان التعب هو اللي بيخليه بقى عنده مشاعر سلبية لكن بعد مرتاح حس ان الشعور ده معاه على طول فبيقوله جورج انه محتاج يتكلم مع مراته وده لانها عمدها نفس المشاعر وبتحس بالاكتئاب فبيقوله داني انه هم عندوش اكتئاب فبيقوله جورج ان دي نفس اجابة مراته وبعدها بيعزموا على الحفلة بتاعته وبيطلب منه انه يقابلها ويتكلم معيها فبيوافق داني وبيروح الحفلة وبيشوف والد جورج وهي بتتكلم عن المزهريات بتاعته وسط كل الموجودين وبتتصدم امي لما بتشوف داني وبيعرفها جوزها عليه وبيمثله انه ما يعرفوش بعض وبيحضونها داني وبيقولها انه كان يعرفها من زمان وبيسأل عن الحمام فبتقوله امي انها توده له لما بيقول وحدهم بتقوله انها مش حابة انه يتكلم مع جوزها فبيهديها داني وبيقولها انه كل اللي عايز يعرفه ان كانت سيدة ولا لا وبيقولها انها حصلت على كل اللي هي عايزها وبيسأل عن كان دم حسسها بالرضا فبتستغرب امي سؤاله وبتسأله عن سبب اهتمامه فبيقولها انه عايز يعرف ان كان يقدر يوصل اللي هي وصلت له فبتقوله امي ان كل حاجة بتزول وانه مجرد تعبين بتاكل دلها فبيتأثر داني وبيوافق على كلامها وبعدها بيروح عشان يأكل وفي الوقت ده بيشوف الوشمل على ظهرها وبيتأكد ان هي حبيب تخولها لما شاف صورتها على التليفون ولما بتعرف ايه من انه اكتشفها بتجري وراه وبتقوله انها كانت عارفة كويس انه ما حضرش الحفل عشان يكلمها فبيقولها داني ومش عايز حاجة منها ودل انها واحدة مريضة فبتقوله ايه من انها عارفة ان هو اللي بلغ عن ابن عمه وانها ممكن تدمره فبيقولها انه على أقل مش شبهها وانها خانت جوزة مع طفل فبتقوله ايه من ان هو السبب ان اخوه لسه طفل وانه هو بيدور على اي حد يوجهه غيره فبيطلب داني منها انها تبعد عن عيلته وتسيبه في حاله وبيمشي ولما بيرجع للبيت بيلايبه القاعد وبيتابع الحسابات بتاعت شغلهم وبيسأل اخوه ان كان مخب عنه حاجة فبيقوله داني ان هو اللي مخب عليه وانه يعرف حكاية ايه وبيعرفه انها نفس الست اللي عمل مع حدسة الطريق فبيفهم بولي انها كانت بتستغله عشان تضمر اخوه فبيجد بداني وبيقوله انها بتقوله علي انه الطفل وبيطلب منه انه يصرحوا بعد كده ويحكي له كل حاجة وبيظهر على بولي انه متضايق فعلا وده لانه كان بيحبها وفي الوقت ده بتتكلم ايمي مع جورج وبتطلب منه انهم يبيعوا بيتهم ويشتروا بيت جديد وبتقوله انها سمحته وانها عايزة تبتدي معها بداية جديدة وبتطلب منه انه يحبها حب غير مشروط فبيوعدها جورج وبيقولها انها بيحبها جدا وبعد فترة بنشوف ايمي وهي صحي من النوم في بيتها الجديد وبتبقى مبسوطة لما بتشوف بنتها وجوزها نايمين جنبها وبعدها بتخرج وبتروح السوبر ماركت وفي الوقت ده بتشوف على تليفونها بوله وبيخبط على جوزها واللي لما بيفتح له بيعرفوا انه كان على علاقة بمراته وبيسيبه وبيمشي فبتجري ايمي على البيت لكنها مش بتلاقي لجوزها ولا بنتها فبتنهر وبتفضل تعيط وفي الوقت ده بيروح داني المطار عشان يجيب اهله وبيتجمعوا كلهم وبيبقوا مبسطين لكنه بيتصدم لما بيرجع البيت وبيلاقيه مولع وبيظهر ان ايمي هي اللي عملت كده واللي بتروح لحماتها وبتطلب منها انها تسعيدة قابل جورج وبتهددها انها لو ما وفقتش هتعرف ابنها بحكاية سرقتها لبيتهم وبتقولها انها عايزة تشوف بنتها فبتقولها حاماتها انها هتخرجه من القتيل وهتخليه قابلها لكن بشرط انها مش هتقوله انها عملت علاقة مع بول فبتسألها ايمي عن السبب اللي بيخالها تسعيدها على الرغم من انها لو اطلقت من ابنها هياخد نص فلوسها فبتقولها حاماتها عشان هي عارفة انها بتحب جورج وان لو هو اللي سابها هيكتائب وينعزل وبتفتكر ايمي لما كانت في سنة ويشافت والدها واجاب واحدة للبيت وبيخون والدتها معيها فبتقرر ايمي انها تسافر وتزور اهلها ولي بيستغربوا اول ما بيشوفوها ولما بتتعشى معهم بيسألها والدها عن البيت الجديد اللي اشتريته فبتقوله ايمي انه جميل فبيطلب منها والدها انها تبقى تشتري لهم واحد فبتقوله انها دفعت لهم فلوس البيت اللي هم قاعدين فيه فبيضايقوا بيقولها انهم مش بيشوفوا حتى حفيدتهم فبتقوله ايمي انها مش عايزهم يبقوا حاولين بنتهم بسبب اللي هم عملوا فيها فبيسألها والدها عن اللي عملوا فيها عشان تشوفهم وحشين كده فبتقوله إيمي إن هو ما كانش عايزها من الأساس فبيزع لولدها وبيسيبها وبيمشي فبتقول لها والدتها إن أبوها راجل كويس وإنها مش بتفكر غير في السلبيات وبس فبتقولها إيمي إنها ظريتها عشان عايزة تحكي لها حاجة شافيتها ويا في السنوي فبترفض والدتها إنها تسمح حاجة وبتتصدم إيمي لما بتكتشف إن والدتها كانت عارفة فبتسألها والدتها عن السبب اللي خالها تتكلم معه دلوقتي فبتقولها إيمي إنها كل ما تبص في المريض شوفها هي والدها وإنها بتكره كده وبتقدر لها وبتقولها إنها عارفة كويس إنها لازم تكون ممتنة ليهم لكنها حاسة إنها نتاج لقرارات غلط من أجيال كاملة فبتقولها والدتها إنها لو فضلت تبص على الماضي هتتحطم وبتفتكر إيمي لما كانت صغيرة وبتسمع والدها بيتخانق مع والدتها بسببها ودل إن ما كانش عايز يخلفها وإنها ساعتها دخلت لقضتها وتخيلت الساحرة الشريرة اللي في القصة اللي بتكرهها قدامها وبتقولها إنها بترأيبها دايما ومش هتقولها أي حد على أسرارها عشان ساعتها مفيش حد هيحبها وتاني يوم بتنسى إيمي جوزها وبنتها في البيت والأول ما بتشوفها بتحضنها وبعدها بتتكلم مع جورجو اللي بيعتذر لها عن تصرفه وبيقولها إن والدته فهمته إن علاقتها كانت عن نتو بس فبتأي ترفله إيمي بالحقيقة وبتقوله إنها عملت علاقة معاه وإنها ما عادتش هتجدب تاني وبتقوله كل حاجة حصلت وبتحكيله عن داني فبيتصدم جورجو بيقولها إن هي عرضتهم للخطر بسبب غضبها وبيقولها إنه مش فاهم سبب كراها فبتقوله إيمي إنها حاسة إن المشكلة فيها هي وإنها شايفة نفسها وحشة وإنها حاولت تخب عنه حقيقته عشان هو شخص صالح جدا وبسبب كده هيحبته فبيمسك جورجي إيديها وبيقولها إنه عايزهم يتطلقوا فبتنهر إيمي وبتطلب منه إنه ياخد كل حاجة منها بس يسيب لها بنتها فبيقولها إنه ما هيتكلموا مع المحامين وبيسيبها وبيمشي وبنركع اليوم الحريقة وبيعرف داني من الشرطة أن الحريق متعمد وعشان كده هو هيخسر فلوس التأمين ولما بيسمع داني الكلام بيدرب نفسه بالألم وبيعتذر لأخوه بيقوله إنه هو السبب اللي حصل ودل إنه راح لبيت إيمي وقال جوزة على كل حاجة فبيتعصب داني عليه وبيطلب أهله منه إنه يوصلهم للمطار عشان يرجعوا كوريا وفي الوقت ده بيشوف جوز حبيبته السابق وهواف بالعربية بتاعته فبيقرر داني إنه يدخل بيته ويفاتش فيه ولما بيدخل عليه بيمسكه وبيضربه وبيسأله عن السبب اللي خلاه يحرق بيته فبيقوله إنه كان غيران بسبب إنه زوجته بتتكلم على داني دايما وإن ما كانش قصده يعمل كده لكن الغير عميته وبيعايته بيقوله إن مراته مش بتستحمله حتى إنه يقرب منها فبيصحب على داني وبيهديه بيقوله إنه عارف إنه إحساس صعب وبنرجع لسنة 1993 وبنشوف داني هو صغير وبيعرض على أهله نوم يغيبه من المدرسة ويقعد عشان يرأي بخص صغير فبيرفض أهله وبيطلب داني من بولين ويذاكر عشان معه في نفس الصف ويروح المدرسة سوا وبنرجع للحاضر وبيتصل الزابط على داني وبيقوله إنهم مش متأكدين إن كانت الحريعة متعمدة ولا لأ ودال إنهم لقوا عيب في سلك الكهرباء فبيطلب داني نوم يكاملوا تحقيق ويعرفوا اللي حصل بالزابط فبيقوله الزابط إنه هو مفروض يتبسط ودال إنه هيقدر ياخد فلوس التأمين لكن داني بيقرر يجدب على أخوه بيفهمه إن إيمة هي اللي حرقت بيتهم ودال إن الشرطة لقت بنزين قدام البيت وجوانتي نسائي فبيتعصى بوله وبيقوله إنه هيروح بيتها وينتق منها ويحرقه فبيوقفوا داني وبيهديه وبيقوله إنهم مش عايزين مشاكل وإنهم عايزين الشرطة هي اللي تتصرف وتقبض عليها وبيطامنوا وبيحضنوا فبيقوله بول إنهم قدر وجوده وبنرجع لسنة 2008 وبنشوف بوله وبيسأل داني على طوابع عشان يبعد طلبات التقديم للجامعة فبيقوله داني على مكانها وبعدها بيعرفوا إنه هيسافر لمدينة تانية وهيبدأ شغل هناك وبيعرض علي إنه يروح معاه فبيرفض بوله وبيقوله إنه هيعمل اللي هو عايزه وبيسخر من اسم الشركة بتاعته وبيمشي وبعدها بيشوف داني كل الجوابات الخاصة بالجامعات اللي أخوت قبل فيها واللي بيظهر إنه تقبل في جامعات كتير فبيحس داني بالغيرة وبيقرر إنه يرمون في الزبالة وبنرجع للحاضر وبنشوف داني في السوبر ماركت وبيشتري قفزات وبعدها بيروح عند جورجي واللي بيقلق أول ما بيشوفه ومش بيبقى عايز يدخلوا البيت لكن داني بيصر فبيطلب جورجي من بنته دنات استخبى في العربية لحد ما يروح لها ولما بيفتح له الباب بيطلب داني إنه يدخل الحمام ودلق إنه شرب مياه كتير فبيفكر جورجي وبعدها بيوافق إنه يدخل وبيحط داني الجوانتي في الحمام لكن لما بيخرج بيتصدم لما بيلاقي جورجي رفع عليه استلاحه وبيقوله إنه يارف الحقيقة فبيحاول داني إنه يهديه وفجأة بيمسك منه المسدس لكن جورجي مش بيرضى يسيبه فبيخبطه داني بالغلط في الحيطة وبيغم عليه فبيتراب وبيحاولون يفوقه لكن لما بيردش عليه بيهرب بسرعة وبيركب عربيته وبيمشي وساعتها بيتصدم لما بيلاقي بنته جورجي راجبة معاه وبينشوف إيزاكوا في السجن وبيعايز يخرج بأي طريقة وفجأة بيدخل عليه الضابط وبيقوله إنهم أفرجوا عنه ودلقني فيه واحدة اتصل بالبوليس وعرفته من إيداني هو اللي كان سائل عربية وبتروح إيمي عند جوردن وبتصرحها بكل حاجة وبتعتذر لها وبتطلب منها إنها ترجع الكورسي لجورج وهي مستعدة دي لها الفلوس اللي هي عايزيها وفي أثناء ما بيتكلمه بيرن جورجي على إيمي وبيعرفها نيداني خطف بنتهم وبيعرفها نتصل على الشرطة وبيرجع داني مع البنت للبيت وبيطلب من أخونه يتصل على إيمي عشان تيجي وتاخدها وبيلم هدوم وبيقول لبوله إنه هيهرب ودل إن الشرطة هتمسكه بتهمة التعدي وقبل ما يمشي بيخبط عليهم رجالة آيزيك فبيخب بداني الطفلة وبيفتح لهم من الباب وبيتفاجئ بابن عمه وبيضربه في وشه وبيطلب منه إنه يرجع له فلوسه وبيتصدم بول لما بيعرف إن أخوه سرق الفلوس من آيزيك وفي أثناء ما هم بيتخنقوا بتخرجوا الطفلة وبتطلب منهم إنهم يبطلوا خناق فبيجد بداني وبيقولهم إنها بنت حبيبة بول لكن فجأة بيجي على تليفوناتهم إنذار بخطف بنت أسيوية عندها خمس سنين وبيتصل جورج على إيمي وبيطلب منها إنها تبلغ الشرطة عن كل حاجة وفي الوقت ده بيتصل عليها رقم غريب ولما بتفتح بتليه آيزيك وبيعرفها إن بنتها معاه وبيطلب منها خمسمائة ألف دولار وإلا هيقتلها فبتترعب إيمي وبتقوله إنها مش هتلحق تخرج الفلوس من البنك في نفس اليوم لكن آيزيك بيسر إنه ياخدوا الفلوس وساعتها بتشوف إيمي جوردن ونيومي وهما بيرقصه فبيجي لها فكرة وبتقول آيزيك إنها تسهلوا يدخل بيت جوردن عشان يسرق التجان بتاعتها واللي بتوصل لمالينة الدولارات وبتدي له إيمي العنوان وبتطلب منه إنه يحط بنتها في عربيتها لقدام البيت فبيوافق آيزيك وبياخد ولاد عمه معاه في العربية وبيربطهم عشان مهربوش منه وبتصل إيمي على جورج وبتعرفه على خطتها وبتطلب منه إنه ما يبلغش الشرطة عشان بنتهم ما تتقتلش وإنه يروح لها عند بيت جوردن وياخد بنتها من عربيتها ولما بتقفل معاه بتحاول تتماسك وبتدخل لجوردن وبتقعد تلبس التجان معاه ولما نيومي بتشوفهم بتحس بالغيرة وبتطلب من إيمي إنها تلحق تمشي قبل ما الطريق يتقفل فبتتحجج وبتطلب منهم إنها تبات عندهم فبتوافق جوردن وفي الوقت ده الباب بيخبط ولما نيومي بتفتح مش بتلاقي حد لكن فجأة بيدخل عليهم إيزيك واحد معاه وبيبقوا لابسين أقنعه وبيهددهم بالسلاح وبيدخلهم للقودة اللي فيها التجان بيسيب إيزيك واحد من رجالته في العربية مع داني وبول واللي بيفضلوا يغنوا لبنت إيمي عشان يسلوها وبينجح بول في إنه يفك رجليه وفجأة بيخنق الراجل اللي معهم في العربية وبعدها بيفك أخوه وبيخرجوا هما والبنت وبياخدوها لعربية والدتها وبيطلبوا منها إنها تفضل فيها لحد ما ولدها يجي لها فجأة البوليس بيوصل فبيتعصب إيزيك على إيمي وبيرفع عليها السلاح وبيقولها إنها وعادته مش هتبلغ البوليس وبيفتح الداني لعربية بتاعة جوردن وبيلاقي المفتاح فيها لكن فجأة بيلاقي واحد من رجالة إيزيك بيرفعه عليه السلاح وبيدخله وبول البيت وبيتعصب إيزيك عليه وبيقوله إنه هيقتله لو ما خدش الفلوس فبيتهدي إيمي وبيتقوله إنها تتصل على جوزها وتعرفوا نيداني واخوهما اللي خطفوهم وبيتصدم بول من كلامها لكن إيزيك بيوافق وبيحبسهم في البلكونة وساعتها بتجري نايومي وجوردن منهم لكن واحد من رجالة إيزيك بيجري وراهم لحد ما بيوصلوا لقطة الأمان وبتدخل نايومي وبيدوس على الزرار عشان تقفل الباب لكن جوردن مش بتلحق تدخل وبيقفل الباب عليها وبيقسمها نص صين وأول ما الباب بيتقفل بيخرج دخان أحمر فبيهدد إيزيك إيمي بالسلاح وبيطلب منها إنها تكلم جزء عشان يبعد البوليس لكن الخط بيتقطع فجأة فبيشدها من شعرها وبيتصل على التوارق وبيعرفوا منه معاه واحدة وإنه هيقتلها لو هم دخلوا عليه وفي الوقت ده بيقترح بقول إنه هو يرفعه وينط من على الصور فبيرفق داني وده لإنه عالي جدا لكن بول بيقنعه وبينجح فعلا إنه يوصل للصور وبيمد إيده لأخوه عشان يغده لكن داني مش بيطول وبيدخل آيزيك في حالة هستيريا فبتحاول إيه منها تهديه وبتقوله إنه ده كله غلطت داني وبتترجانه ويسيبها وبتقوله إنه لو سبها ممكن ياخد حكم قليل وبيفكر آيزيك لكن فجأة البوليس بيدخل وبيبدأوا يضربوا نار على بعض وبيسمع داني ضرب النار فبيطلب من أخوه إنه يسيبه ويمشي فبيرفض بوله وبيقوله إنه مش يمشي من غيره فبيعترف له داني بإنه هو اللي حرق البيت وده لإنه هو اللي حط الأسلاك بالغلط فبيقوله بوله إنه هو كمان غلط وبيطلب منه إنه يخرج معه بسرعة فبيرفض داني وبيقوله إنه هو دايماً بيشده الورا وبيعترف له بإنه هو رمى جوابات الجامعة في الزبالة فبيتصدم بوله وبيقرر إنه يسيب أخوه وبينزل من عصور لكن فجأة بيسمع داني صدار بنار فبيتراب وبيفضل ينادي على أخوه لكنه مش بيرد عليه وبتنجح الشرطة في إنها تقبض على كل العصابة وبتتصدم إمي لما بتعرف إنه جوزة خد بنته وميشي من غير ما يتطمن عليها وبيقدر داني يخرج من البيت وبياخد عربية جوردن وبيمشي وبيفضل يتصل على أخوه لكنه ما بيردش عليه وبتشوف إمي خبره سايد جوزة على بنتها على النت وفي الوقت ده بيقف داني قدامها بالعربية فبترده وبتجري وراه وبتتصل على الشرطة عشان يقبضوا عليه لكن الخط بيقطع فجأة وبتفضل إمي تجري ورا داني لحد ما بيبصلها وبيحوت فجأة وبيقعب عربيته من عدتال لكن داني مش بيموت وبيقدر يخرج من العربية وفي الوقت ده بيلاقي إمي قدامه ورفع عليه السلاح لكن فجأة الغربان بتيجي فوق راسها فبيهرب داني منها بسرعة لكن بيكتشف إن رجله تصابت وبتجيب دم وبتلحوى إمي فبيستخبى منها لكنها بتوصل للمكان اللي هو فيه فبيزقها داني وبيوقعها وبيزعق فيها وبيقولها إن هيا لأجبرته يعمل كده وبعدها بيربط رجله وبيفضل ماشي لحد ما النهار بيطلع عليه ومش بيبقى عارف يرجع للطريق الصح وبيحاول إنه يبعت رسالة لأخوه لكن مش بيلاقي شبكة ولما بتفوق إمي بتلاقي رجلها ورمة ومش قادرة تمشي عليها فبتبعت رسالة لجوزها وبتطلب منه إنه يلحقها وبتعرفه إن داني خطفها لكن الرسالة مش بتتبعت فبتمشي إمي لحد ما بتوصل لمكان وبتسمع صوته وبتحاول إنها تطلب مساعدة لكنها بتكتشف إنه داني وبتفضل تزعق فيه وبتقوله إنه ضمر لها حياتها وإنها ممكن ما تشوفش بنتها تاني بسببه فبيزعق لها داني وبيقولها إنه خمت بسببها فبتتصدم إمي وبتسأله عن اللي حصل وإن كان شافه في عربيته الإسعاف فبيقولها إنه ما يعرفش حاجة وإنه تاية وكل اللي عايزوا إنه يتطمن على أخوه وبيسألها إن كانت تعرف الطريق فبتتفق إمي إنه يساعدها عشان تعرفه طريق الخروج وبيوافق داني لما بيتأكد إن المسدس مش معها وبيشيلها على كتفه لكن إمي بتفضل تتكلم وبعدها بتسأله إن كان معها حاجة تتاكل فبيطلع داني شوكولاتها من معاه وبياكلها هو فبتتعصب إمي وبتشده من شعره وساعدها بيوقع على الأرض وفي الوقت ده بيشوف المسدس قدامهم فبيلحقوا داني وبيمسكوا لكن إمي بتنجح في إنها تكسر دريعه وبتاخد منه المسدس وبترفعه عليه وبعدها بتقوله إنهم محتاجين لمية وبتطلب منه يدور على نبات الصبار ونباتات تانية تتاكل فبيضطر داني إنه يروح ويدور ودلقناها رفع عليه السلاح فبيجيب لها النباتات وبتديلوا إمي شوية منهم عشان يقولها لكنهم بعدها على طول بيرجعوا وبيظهر إنها كانت نباتات سمة وبيقولها داني إنه كان مفكرة خبيرة في النباتات فبتقوله إمي إنها بتدور على جوجل وبتتظاهر إنها خبيرة وبيفضلوا يرجعوا لحد ما بيحسوا إنهم هيموتوا وبعدها بيهدوا وبيقولها داني إنه هيدور على حد يساعدهم فبترفع إمي المسدس عليه وبتحذره من إنه يسيبها لوحدها لكنها بتتفاجئ لما بتلاقي نفسها مسكة حتة شجرة وداني قاعد وراها وبيقولها إنه مش قادر يتحرك وبتبقى بطن وبتوجعه لكن فجأة بتلاقيه قاعد في مكان تاني وبيسأل عن السبب اللي بيخلي الأسيويين يعانوا من حساسية اللاكتوز وبتحس إمي إنه دماغها بتدور وبتسمع صوت بنتها وبيحاول داني إنه يتكلم لكن فجأة مش بيعرف وبتقوله إمي إنها لازم ترجع لبيتها فجأة بيرجع يتكلم وبيقولها إنه كان ناوي ينتحر في اليوم اللي هي طردته فيه فبترجع إمي ولما بيجي الليل بيفضل داني يسمع أصوات وبتطلب إمي منه إنه يرجع وده اللي إنها تحسنت لما عملت كده فبيقولها داني إن جسمهم بيمتص المواد المغزية وبيطرد الضرة وبيسألها لو كانوا بيعملوا كده في عيالهم بأنهم ينقلوا صدماتهم ليهم فبتتسأل إمي عن أول واحد عمل حمام فبيسأل داني عن اللي كانوا قبل ما يبقوا بني قدمين فبتقوله إنه كانوا سفينج وبيلاقي داني إنه في حد جاي ناحيته وبيفضل يشكره إنه ينقذه لكنه بيتفاجئ لما بيلاقي إمي وبيرجع وبعدها بيفضل يتكلم مع إمي وبيقولها إنه ما يعرفش إن كان أخوه عنده حبيبة حقيقة ولا لأ وإنه كان لازم يتكلم معاه فبتقوله إمي إنه كان هيحب كده خصوصا إنه عايز كل ناس تلاحظه وبتقوله إنها مش عايزة حد يعرف حقيقتها وإنها مرة كسرت مظهرية من بتعجزها واتهمتها ببنتها فبيضحك داني لما بيعرف إنها بتكره مظهريات جورج وبتقوله إمي إنها ما كانتش قادرة تقوله إنها بتكرهها زي حاجات كتير ما كانتش بتقدر تقولها له وبعدها بتحكيله عن بنتها وبتقوله إنها بتكبر وحبها بقى مشروط جدا فبيقولها داني إن بول كان كده وهو صغير فبتقوله إمي إن على الرغم من كده كانت مستنى من بنتها تخليها كائن كامل بعد ما جوزها وشغلها فشل وفنهم يحقق أقولها ده وفجأة بترجع دم وبعدها بتحس إن داني موجود في عقلها وفجأة بتتكلم كإنها داني وهو بيتكلم كإنه إمي بيبقى فيه نفس التتول على ظهرها على ظهره وبتسأله عن قصته فبيقولها إنه بيعبر عن الشعور بإنك على قيد الحياة فبتقوله إمي إنهم محبوسونش في الدنيا فبيوافقها داني وبيقولها إنهم كلما يتمسكوا بحاجة تفلت من إيدهم فبتقوله إمي إنه هو ده نفس الشعور لجواها وبتسأله إن كان هم بس اللي بيحسوا بكده فبيقولها داني إنهم ممكن يكونوا مرضى وتكون حاليتهم سيئة أو إن الناس حاليتهم سيئة زيهم لكنهم مهمين فبيقولها داني إنه شايف حياتها وبيعايت وبيقولها إنه كل اللي كانت عايزة إنها ما تكونش وحيدة وبيبقى داني بيتكلم عن نفسه فبتقوله إمي إنها شايفة كل حاجة وبتطمنه وبتقوله إنه مش لازم يستخبه وبتبقى هي كمان بتتكلم عن نفسها فبيقولها داني إن اللي بيحصل ده جميل لدرجة إنه مفيش حاجة أجمل من كده هتحصلهم تاني بعده وتانيهم بتفوق إمي وبتصحي داني وبيكتشفوا إنهم لسه عايشين وكانوا بيهلوسوا طول الليل وبيفضلوا يتحكوا ومش بيقوا مسدقين وبعدها بيفضلوا يمشوا وبيشوفوا بيوت قدامهم وفجأة بترجع الشبكة وبتبصد داني لما بول بيرد عليه وبيعرف إنه لسه عايش وبتروح الشبكة تاني لكنهم بيكملوا ماشي لحد ما بيوصلوا للطريق وبيتصدموا لما بيلهوا جورج قدامهم وبيبقى معه سلاح وفجأة بيضرب نار فبتصرخ إمي وبعدها بنشوفها وهي قاعدة جنب داني وفي المستشفى وبتفضل تفتكر كلامهم وبتقوم وبتنام جنبه وبتحضنه وبيعدي عليهم كزا يوم لحد ما داني بيحرك إيده وبيحضنها وبيخلص المسلسل الفيديو ده كتبته مي جلال وسجله محمد طاهر ده اللي هو أنا يعني ومنتجه محمود طاهر وما تنسوش تعملوا فولو صفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية وفولو صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية وفولو صفحة هكونة مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الأنيمي والكارتون سلام